اشتركوا في القناة للقيام بحملاتهم فموضوع اليوم هو صارق الارباح او برنامج على جهازك يدمر حملاتك الربحية ويخفض نتائجها الى اقصى حد فقبل ان ادخل معك في صلب الموضوع ففي حال تجاوز هذا الفيديو 150 اعجاب سوف يتم سحب فائز بالجائزة قيمتها 103 دولار والتي هي النسخة الاحدث من برنامج سنايبر برو اكس 3 فللمشاركة والفوز الامر بسيط جدا كل ما عليك هو وضع اعجاب وتعليق الان لهذا الفيديو فأدخل معك مباشرة في صلب الموضوع فكيف يسرق منك الارباح وانا متأكد انك تعرف انني الان اتكلم عن الانتي فيروس او الافي فبرامج الانتي فيروس هي بالنسبة يعني لمن يستخدمون اي برمجيات اوتو بيلوت لقيام بحمالتهم سواء البرمجيات التي نقوم بتصنعها واصدارها او برمجيات اي شركة اخرى فان برامج الانتي فيروس هي وبال عليهم وعلى حملاتهم التسويقية من دون ادنى شك من دون ادنى شك ان برنامج الانتي فيروس يحميك ويحمي جهازك نعم لكنه في نفس الوقت هو يفعل بك هذا اي ما تراه في الصورة بالضبط فكيف يعني يقوم برنامج الانتي فيروس يعني بخف يعني نتائج حمالاتك وارباحك الى اقصى حد هذا ان لم يقم بايقافها في نقطة الصفر بالضبط فاول شيء برنامج الانتي فيروس يقوم بمجموعة من الامور يعني تنقسم الى قسمين هناك الامور التي يسهل كشفها وهناك الامور التي يصعب كشفها فاولا الامور التي يسهل كشفها ان برنامج الانتي فيروس بمجرد ان تبدأ العمل باي يعني يعني باي برنامج ليس و اؤكد ليس في برنامج التسويق الالكتروني فقط بل حتى في يعني بالنسبة للجيميرز او في مجال جيمين الاحترافي ستجد عدد من الفيديوهات يعني تشتكي وتتكلم عن هذه الامور سأتطرق اليها بعد قليل فاول شيء يعني يمكن لبرنامج الانتي فيروس يعني ان يقوم بايقاف حملتك تماما وهنا في هذه الحالة لا يوجد اي مشكل نكتشف هذا الامر ونقوم يعني بإلغاء تبيط الانتي فيروس من على الجهاز او ايقافه واعادة اطلاق الحملة لا يوجد اي مشكل يمكنه مثلا حدث ملف ظاهر من البرنامج ولكن الطامة الكبرى ان يحدف لك الملفات التي توجد داخل مجلدات داخل مجلدات داخل مجلدات ضمن البرنامج فاذا حدفها فلن تعرف اي شيء وستواجه ايرورز ومشاكل لا تفهمها اصلا هذا من ناحية فهذا بالنسبة للامور التي يسهل كشفها والتعامل معها لكن اخطر من ذلك هناك امور يصعب كشفها جدا يقوم بها في البرنامج الانتي فيروس فيقوم باهلاك يعني نشاطاتك الربحية التي عفوا تقوم بها من على جهازك اول هذه الامور هو ايقاف متقطع للحملات التي تقوم بها يعني ايقاف متقطع للحملة لعمل مسح مفاجئ لكي يقوم بعمل سكان يقوم بعمل بوز للبرنامج وانت لا تدري وعمل بوز انت اصلا لماذا يعني تستثمر وتشتري برامج الاوتو بايلوت لتعمل بها لكي تختصر الوقت على نفسك لكي تستغل كل تانية لكي تجعل من كل تانية جهازك يعني يشتغل فيها فرصة لتحقيق الارباح هذا يعني لهذا انت تقوم بشراء برامج احترافية اوتو بيلوت وما الى ذلك وحتى مثلا ان قمت بتحميل برنامج مجانا مثل السنايبر فانت تستخدمه للحصول على اكبر قائمة باردية ممكنة لتعود عليك بأعلى ربحية ممكنة بينما برنامج الانتي فيروس يقوم بعمل هذا الايقاف فانت تخسر الوقت يعني تخسر الوقت وفي نفس الوقت يعني في نفس الوقت لا تكون حملتك بالجودة المطلوبة هذا من ناحية كذلك برنامج الانتي فيروس يقوم بعرقلة قد يقوم بعرقلة خفية لوظيفة مهمة بحيث انه بمجرد ان يشك في اي وظيفة او اي حركة يقوم بها البرنامج يقوم بايقافها فتكون لديك حملة يعني تنقصها مجموعة من العناصر يعني عناصر اشتغلت فيها وعناصر لم تشتغل فتصبح لديك يعني ليست حملة بل حساء فلذلك هذه ايضا يعني من الطوام الكبرى كذلك يمكن لبرنامج الانتي فيروس ان يتدخل في ادارة عمل البرنامج من دون اذن يعني لا يعلمك لا يقول لك توقق هناك تدخل سأقوم بكذا بل يقوم بذلك في الخفاء في الباكجراوند وبذلك يقوم يعني باهلاك يعني ما تقوم به الى اقصى حد فالحل بمنتهى البساطة يعني توصلت رسائل عبر الايميل تعليقات ومجموعة من الامور اجيب عنها ان شاء الله في هذا الفيديو ادخل فقط على مثلا اول شيء ادخل على يوتيوب واكتب كيف توقف ويندوز ديفاندر ستجد مجموعة من الفيديوهات تتكلم عن المشكلة وستجد كل من في هذه الفيديوهات يعني سواء مصوقين او مبرمجين او حتى جيمرز يشتكون من برامج الانتي فيروس وامامك اليوتيوب وامامك محرك بحث جوجل ابحث واتطلع وتتقف بنفسك وافهم يعني الامور فاذا اردت ان توقف برنامج ويندوز ديفاندر ستدخل على اليوتيوب وتشاهد فيديو عن كيفية ايقافه وتوقفه اذا اردت ايقاف افاست اكتب كيف توقف افاست اذا اردت اي في جي اكتب كيف توقف اي في جي وغيرها 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 اما اذا كان لديك اي برنامج انتي فيروس اخر فقط ادخل على يوتيوب او على جوجل واكتب كيف توقف واسم الانتي فيروس الذي لديك وكتنبيه مهم كتنبيه تقني جرب مثلا الحل الموجود في هذا الفيديو يعني واذا لم يشتغل معك لإيقاف الويندوز ديفاندر مثلا جرب حل اخر وجرب حل ثالث حتى تتخلص من تلك المشكلة فتمنى ان اكون قد اوصلت الرسالة الى اقصى حد لا تنسى بطبيعة الحال الاعجاب والتعليق واراك يعني مسألة اخرى احب ان انبه لا يعني دائما اذكر بها اي سؤال كان لديك فالاسئلة في التعليقات بالنسبة لرقم الواتساب الذي تراه فهو فقط للطلبات الخاصة طلبات دورات بروفيشنال وكذلك البرامج بروفيشنال اشكرك على حسن متابعتك اراك في فيديو موالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة